لدينا قلة في عدد الصحف التي يستطيع القارئ أن يطلع عليها بشكل يومي، أسبوعي وشهري كذلك اليوم نتحدث عن صحيفة الحال التي تصدر بشكل شهري عن مركز تطوير الإعلام وتحتفل الصحيفة بصدور العدد 100 وبهذه المناسبة أيضاً نشارككم ونشاركهم أيضاً الاحتفال برفقة رئيس تحرير الصحيفة وأيضاً مدير مركز تطوير الإعلام السيدة نيبال ثوابتة معنا من داخل الستوديو الله يصبحك بي ألف خير وأهلا وسهلا السباح الخير هلارنت، السباح الخير للمشاهدين الكرام كيف أصبحتي؟ الحمد لله كل شي سماعي يعني أول شي بنحكي لكم ألف مبروك لكم ولكل الطاقة من العمل يعني عدد 100 يعني هذه مرحلة أكيد مهمة ومفصلية كمان في حياة الجريدة وأيضاً العاملين عليها يعني بشكل أساسي هو يعني المبروك يعني تقال للجميع لأنه بالفعل هاي جريدة للجميع لكل صحف يكتب فيها، لكل رسام شارك بكريكاتير فيها، لكل مصور نشر صورة فيها، لكل كاتب مقال سواء بالضفة أو بغزة أو برادة 48 جريدة الحال الحمد لله رب العالمين هذا الشهر صدر العدد 100 منها وطبعاً هذا ليس سهل لأنه كان في كثير تحديات وكان في كثير صعوبات لها علاقة طبعاً بطبيعة الجريدة وبسياسة الجريدة وبأهدافها برؤيتها التحريرية فعشان هيك كان بستحق الأمر التوقف، كان بستحق اعتفالية بسيطة كلياتنا نجتمع ونحكي كيف كانت التجربة ونفكر كمان كيف الاستمرار بالأعداد القادم إن شاء الله اليوم إحنا كمان رح ندخل في هاي التفاصيل معك يعني معاكم ونحاول كمان نفهم أكثر عن هاي التحديات والصعوبات ويمكن بالبداية حابين نعرف الناس اللي كان عندهم فرصة يقرأوا ويتصحفوا هاي الصحيفة أو اللي بدون نسمع عنها كمان اليوم فحابين بالبداية نعرف كيف بدت فكرة الحال ومين كمان كانوا البداية والطاقم اللي بلشوا يأسسوا في هاي الصحيفة يعني جريت الحال هي تقريبا يعني خلينا نحكي هيك بشكل أساسي كانت حلم عند كتير من الصحفين فلسطينيين مش رح أذكر اسمها على أساس إنه يعني ممكن أنسى البعض لكن هي كانت حلم المجتمع المهن الصحف الفلسطيني إن إحنا يكون عندنا جريدة ناقدة جريدة جريئة جريدة فيها مستوى مهنية عالي فيها حرية فيها نقد فبالتالي كان يعني تطلع إنه لإصدار هاي الجريدة العدد الأول من هاي الجريدة صدر بواحد اثنين بالألفين وخمسة تتذكري تفاصيل عن العدد الأول؟ تتذكري عن العدد الأول وكان يفترض إنه هذا العدد يصدر قبل بستة شهر من هذا التاريخ لكن نتيجة بعض المعيقات ونتيجة التأني حرصا على إصدار الأفضل تأخر العدد الأول بس الصدور الأول كان فرحة وكان يعني إطلاق قوي لأنه كان في مجموعة من المقالات الناقدة اللي عملت حراك مجتمعي وإحنا هذا هو نوع من الصحافة اللي إحنا بنهدف له إنه صحافة حينما تقرأ تحدث تغيير مجتمعي بتثير نقاش بتحرك أسئلة عند المتلقيين عند المسؤولين هل الصحيفة متخصصة أم هي متنوعة في طرح القرار؟ هي جريدة شعبية بالترازي الأول جريدة شعبية بسيطة لغتها بسيطة جدا مباشرة جدا بدون مقدمات ومختصرة ومكثفة طبعا هي تخاطب الجميع عدة استطلاعات رأي إحنا أجرناها في المركز من خلال مؤسسات الجامعة لإطلاع على من يقرأ الحال وكيف مستوى الرضع عن هذه الجريدة اكتشفنا من خلال الاستطلاعات أنه الذي يقرأ الحال هو يعني الوزير والغفير بهذه العبارة البسيطة والطريفة تقرأها ربات البيوت ويقرأها صناع القرار يقرأها الناس اللي بشتغلوا بالأكاديميا بالتدريب طلبة من هذه النقطة حثينا عن التوزيع الجغرافي للصحيفة التوزيع الجغرافي لغاية العدد 83 كنا نطبع 10 ألاف نسخة بالشهر طبعا هذا الرقم ليس بسيط لصحيفة شهرية فلسطينية كنا نطبع تقريبا ألفين نسخة لغزة لكن كل مرة كان يكون الموضوع صعب أحيانا يدخلوا متين أحيانا أربعمية أحيانا ألفين لكن إلى جانب العدد المطبوع إحنا كمان مركزين على النسخة الإلكترونية من الحال في عنا قائمة لا تقل تقريبا عن 10 ألاف إيميل ترسل لهم الحال وهم طبعا المؤسسات الإعلامية المدرسين المؤسسات النوادي إلى آخرهم من المؤسسات المجتمعية بالإضافة إلى هناك يعني آخر سنة صار في عنا موقع إلكتروني خاص بالحال بحيث أن يكون في تفاعل للمقالات بحيث يكون هناك قدرة القارئ أنه يضيح تعليق وأيضا بعد التقارير هاي بلشنا مع طلابنا أنه نحاول هاي التقارير لمالتي ميديا ستوري بمعنى أنه إذا صفاء عملت تقرير التقرير لطيف نحكي لها احمل الكاميرا وعملين لنا فيديو ستوري فبالتالي في توجه أن الحال دمجها بالمالتي ميديا على أساس تكون أكثر يعني هذا تواجه جديد يعني من سنة لكن لم ينظج كفاية لأنه تجربة في البدايات ولأنه كمان الإمكانيات كانت ما تسمح بأكثر من سبع تقارير شهريا لكن إن شاء الله في المستقبل سيكون فيه تركيز أكثر طبعا الحال كل شهر بيكون فيها ما لا يقل عن ثلاثين قطعة صحفية نسأل بالتحديد عن القطع وإذا هناك كمان قطع ثابتة ولكن حدثينا أكثر عن هيئة أو عائلة يعني هيئة التحرير وعائلة الصحيفة عائلة الصحيفة يعني هي بشكل أساسي المجتمع الصحفي لأنه الحال مفتوحة للجميع لمن يرغب ومن يعني يكتب بالشروط المهنية التي قررتها الحال في الأعداد الأولى بالأعداد الأولى إحنا طبعا الأستاذ عارف حجاوي هو شاق الطريق أنا بسميه المؤسس وشاق الطريق وضعنا دستور للصحفية المكتوبة بالحال بمعنى عرفنا ما هو المقال الذي ينشر بالحال وكم عدد الكلمات وعرفنا التقير الصحفي والصورة والقصة وبالتالي أصبحت أسرة الحال ممتدة إلى المجتمع الصحفي بالضفة وبغزة كان دائما كل عدد تطلعي الصحيفة أسماء جديدة في آخر سنتين توجهت رؤية الحال لتركيز على الدم الجديد من خلال الطلاب تشجيع طلاب الكتاب أكثر في الحال فأصفت تقريبا 80% من مقالات الحال أو من مواد الحال هي صادرة أو هي مكتوبة من قبل الطلاب تحت إشراف المركز طبعا وتحت إشراف محر مقيم هو الأستاذ صالح مشارقة اللي بشتغل مع الطلاب عن كتاب فبالتالي في عنا طبعا هيئة تحرير تضم خيرة من الزملاء والزميلات وهذه الهيئة دائما عندهم رأي فيما ينشر عندهم قول فيما ينشر وما لا ينشر هل في منها شباب أو هم صحفيين متمردسين يعني بمتلكوا كمان خبرة طويلة في مجال الصحافة أو في مجال كمان يعني الهيئة طبعا فيها أسادة من دائرة الإعلام فيها زميلنا سابقا الله يرحم في قضاء غزة على الأغل كان منصقنا في غزة وحاليا زميلتنا إسامي الزبيدي وطبعا في عبد الرحيم عبد الله كان طالب إعلام وتخرج وأصبح من خيرة الإعلاميين والكتاب والمدربين اللي بكتب طبعا في الحال هو أيضا يعني جزء من أسرة الحال واللي بسعدنا أنه دائما في مجتمع طلابه ومجتمع متحرك مجتمع يعني متغير فبالتالي التجربة ما بتكون يعني مقتصرة على عدد محدد فقط كل فصل عم بتغيره واللي طبعا بكتب بالحال بنفسة بغض الجريدة مكتب عليها اسمه بفرجيها لأصحابه لأهله ويمكن بتوسع الدائرة أكثر كمال وبالتالي بتساعده بالحصول على وظائف سؤالي هنا عن أن مركز تطوير الإعلام يتخذ من جامعة بيرزيت مركز لألو وبالتالي هناك أيضا تداخل ما بين عمل المركز في بعض الأحيان فيه تقاطع وفيه يعني تعاون ما بين عمل المركز وجامعة بيرزيت والإدارة وبشكل أساسي يمكن كمان دائرة الإعلام حدثينا يعني الهدف يعني كان ممكن تكون مركز تطوير الإعلام كأي صحيفة أخرى بيتخذ من رمالة مركز لألو وبالتالي هل بتحسي أنه فيه إضافة وحدثينا عن هذا الجانب يعني هو الموضوع بشكل مختلف أنه جامعة بيرزيت بتضم طبعا مجموعة كبيرة من الكليات والدوار الأكاديمية والمعاهد والمراكز 11 مركز ومعهد في جامعة بيرزيت لمتوجهة لخدمة المجتمع نسميها مؤسسات قائمة لخدمة المجتمع لدينا محاد الصحة، برنامج دراسات التنمية، برنامج المرأة، برنامج الحقوق اللي يشتغل في مجال القوانين الناطمة ومجال القضايا القانونية وفي عنا كمان محاد الإعلام اللي هو طبعا جزء من جامعة بيرزيت فبالتالي المركز موجه لخدمة الإعلام الفلسطيني والصحفين الفلسطينيين وكل ما ينفذه من مشاريع سواء بالضفة أو بفرعه في قطاع غزة هي تهدف إلى الوصول إلى إعلام حر وعصري ومتعدد دائرة الإعلام طبعا هي المسؤولة عن الشق الأكاديمي كباقي الدوائر في الجامعة بمعنى هي المسؤولة عن قبول الطلبة، هي المسؤولة عن تدريس الطلبة طبعا التعاون أو غلينا نحكي العلاقة قائمة بين المركز والدائرة على الأساس أنه نحن نقوم بإتمام ما بدأوا به ونحن نتواصل معهم بمعنى أن الجانب العملي، الجانب التطبيقي تلقاه الطالب في مركز سواء الإعلام من خلال استديوهات، من خلال دورات المخصلة للطلاب من خلال جريت الحال، من خلال إدماج مجتمع طلبة من مشاريع الإنتاجية المختلفة بالمركز يعني لو ذكرنا عن دور الطلبة بالتحديد في الصحيفة بما أنه اليوم حديثنا بشكل خاص عن الحال يعني هل الطلبة يكون عندهم مساحة أنهم يكتبوا؟ كمان في الأون الأخيري كان في فرصة أنه يجدوا فرص عمل بشكل جزئي كمان للعمل مع المركز طبعا يعني حالياً 80% مما ينشر بالحال ينشر بأقلام الطلاب، طلاب دائرة الإعلام وهي مفتوحة أيضاً لطلبة الإعلام من جامعات فلسطينية أخرى كالنجاح وأبو ديس وأي جامعة فلسطينية لأنه تعاون قائم ومرحب به دائماً وطبعاً الطالب يتقادم مقابل مادي رمزي وبسيط كل قطع يقوم بها وبالتالي أيضاً يشعر باستقلالية مالية ويهيئ نفسه للعمل المهني الذي يفترض بعد انتهاء سنوات الدراسة أنه يبدأ المباشرة فيه وهذا لا يتعارض مع سياسة الجامعة أو حتى الإدارة؟ لا، الجامعة تشجع اندماج الطلاب بالعمل المهني في السنوات الأخيرة للدراسة لأنه هذا جزء طبعاً من دور الجامعة طيب يعني بنتحدث عن بطبيعة الحال هذه السنوات الطويلة في صحيفة الحال بالتأكيد كان فيه هناك أصدقاء وكان فيه هناك أعداء يعني كما حال هو وسائل العام المختلفة يعني ما الحال في صحيفة الحال بالنسبة لموضوع الأصدقاء أو حتى الأعداء؟ يعني إحنا دائماً بنحكي أنه برجارية الحال وبندعو كمان أن نكون بالمجتمع الصحفي كامل أنه إحنا ما إنا لا أصحاب ولا أعداء إحنا ما بنكره حدا وما بنحب حدا إحنا بنحب نؤدي رسالتنا بنقوم بشغلنا حدفنا إيصال المعلومة والحقيقة للمواطن فبالتالي في بعض المواضيع اللي كان فيها مثلاً ناقد أو مسائلة لبعض الجهات كانت هذه الجهات مثلاً أحياناً خلينا نحكي أنه يصير حالة من رد الفعل السلبي أحياناً تكون غضب أحياناً تكون استنكار أحياناً مثلاً مقاومة التعامل الإيجابي مع الصحفيين فبالتالي هذا الجو اللي خلقت الحال بالعكس هذا جزء من رسالتنا أنه إحنا بنحكي أنه إحنا كإعلام إحنا سلطة رابعة إحنا إنا دور رقابي إنا دور تنموي فبالتالي أنه إحنا بنحب أنه إحنا نكتب أنه المؤسسة الفلسطينية سين نجحت وهذه قصة نجاحها وإحنا فخورين في هذه المؤسسة ونحب نحكي أنه إحنا كفلسطينيين في عنا إخفاق على سبيل المثال في جانب من جوانب حياتنا وإحنا لما بنغطي هذه القضايا بدافع طبعاً التطوير بدافع التنمية بدافع الإصلاح ليس بدافع الطب فبالتالي في سقف من الحرية في كمان الحال فينا تكتب في قضايا برأيكم تستحق الكتابة أو حتى الكشف يعني يعني الحال تعرضت لقضايا خلينا نحكي مستوى النقد كان عالي لدرجة أنه إحنا وصلنا للقضاء في بعض القضايا ولكن كانت دائما لنهاية تكون نهاية سعيدة بحيث أنه إحنا ثبتنا قضية أنه إحنا كإعلاميين من حقنا أن نسائل من حقنا أن نقول للمواطن الحق وما الذي يحصل فبالتالي أنه نعم وصلنا إلى المحاكم ووصلنا إلى القضاء بس هذا كمان يعني شكل تجربة أو مدرسة تعلم فيها الطلاب أنه أنت كصحفي بدك تدافع عن كلمتك حتى رمق الأخير حتى لو تريت توصل للمحكمة مش غلط لأنه هذا جزء من المهمة وهذا جزء من الرسالة ما دومت أنت متأكد من بياناتك ومن وثائقك طبعا هاي القاعدة وإحنا كمان يعني كصحفيين دائما نحن نحكي أنه مهنيتنا هي اللي بتحمينا مدامك صحفي مهني ومعالج القضايا وما يأخذ الرأي وما يأخذ رأي الآخر ما حدا رح ينتقدك ما حدا رح يجرك ما حدا رح يدعي أنه أنت عم بدخل بالمعايير المهنية طب يعني من هون بدي أصلك هل في مصدر تمويل للصحيفة بشكل أساسي أو دائم مستمر منذ أن طلقت حتى الآن هي الحال جزء من مشاريع مركز طبير الإعلام في جامعة بيرزيت وإحنا مشاريعنا طبعا ممولة من شركاء من مؤسسات داعمة للإعلام بعضها مؤسسات أوروبية بعضها مؤسسات داعم محلي لكن نرفض أن يكون فيه مثلا بالحال داعم مباشر بحيث أن يكون فيه فرض خلينا نحكي هالة بفعل هذا التمويل بنرفض ننشر دعايات يعني جونا كثير مؤسسات على أساسي مشروع إعلانات بالحال لأنه هي الحال جريدة مقروعة الإستطلاعات بتحكي أنها جريدة مقروعة رفضنا لأنه إحنا يعني الإعلان معناته أنه أنت يعني بجوز يعني تفكر مرة أو مرتين إذا بدأت تنشر نقد لها المؤسسة وبالتالي حكينا أنه إحنا هذه الجريدة لا تنشر الإعلانات التجارية مدفوعة الثمن لكن إحنا بسعدنا أنه إحنا ننشر أي شيء بتعلق بالصناعة الفلسطينية وبالمجان صدور عدد مئة يعني زي ما ذكرتي في البداية هي مرحلة مفصلية كان لازم توقف عندها وتتطلعوا على ما مضى وما سيأتي أيضا يعني تحكي لنا عن خطات المستقبلية بتحضروا لها بعد عدد المئة في ثلث أشياء في المستقبل القريب رح تصير كتغيير نوعي وإضافي للحال أول شي رح نركز أنه إحنا يكون في نسخة بالإنجليزي من الحال طبعا مش لست عشر صفحة لأنه هذا مرهق وبالجوز يعني مش متاح بالمرحلة هاي رح يكون يعني اختيار أفضل القطع خلين السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية بغض النظر أسرة التحرير رح تختار أرفض أفضل قطع بحيث أنه تترجم وتصدر في نسخة بي دي أف باللغة الإنجليزية وتوزع إلكترونيا طبعا هذا بسعدنا لأنه إحنا دائما بنحب أنه كمال القصة الفلسطينية يقرأها الرأي العام العالم مش بس الرأي العام المحلي وهذا مهم نحتاجه يعني بشكل كبير بحاجة لهذا النوع من الصحافة الفلسطينية المهنية باللغة الإنجليزية النسخة التطور تاني اللي حكينا عنه اللي هو الإعلام الملتي ميديا بحيث أنه يكون في عنا عبر هذا الموقع الإلكتروني عدد أكبر من القصص عدد أكبر من التقرر الإذاعية والصور الفوتوغرافية عن مضمون الحال لأنه اليوم الجريدة مهمة بس كمان الملتي ميديا مواكبة التكنولوجيا وهميته وعم بثبت أنه كمان الجمهور البازال اللي احنا كمان معنيين بالتواصل معه بشكل أفضل الخطة الثالثة طبعا أنه إحنا كمان معنيين فيما يتعلق بالحال لزيادة عدد الصفحات حاليا إحنا في عنا 16 صفحة طبعا 16 صفحة مهمين ومليانين وإلهم وزنهم لكن دايما كان في مطالب أنه تصير أكتر من 16 صفحة لغاية مثلا 32 صفحة وإن شاء الله ممكن يكون في هذا الإشياء في المستقبل القريب وبالنسبة لوجودها بشكل شهري فهي راح تكون دائما بشكل شهري هل تسعوا أنها تكون ممكن أقل أسبوعية أو حتى في طموح أنها تكون بشكل إحنا عندنا طموح تصير يومية بالزبط هذا أو على الأقل أسبوعية لكن هذا طبعا يعني خلينا نحكي يحتاج الكثير من الإمكانيات البشرية والمالية وكمان في جانب الإدارة وجانب المتابعة في الوضع الحالي هذا مش متاح لكن المستقبل يعني ممكن يكون يحمل كل هذه الأحلام اللي هدفها أن نكون أكثر قرب من المواطن وأكثر تواصل في موضوع التنمية اللي إحنا كإعلاميين بنآمن أن نحنا دور مهم فيها سؤالي الآن بما يتعلق وما يخص تجربتك الشخصية نتحدث عن عدد مئة وأنت وكبتي منذ العدد الأول وذكرت أنك حتى متذكر التفاصيل ودائما بيكون فيه للتجربة الأولى وللعدد الأول دائما نكهة خاصة كيف انعكست الحال عليك وعلى شغلك واليوم تحتفلوا في عدد مئة وأنت وكبتي كل هذه المراحل المختلفة يعني بصراحة هذه الحال أنا بحبها وأنا كتبت في الإفتاحية العادمية أن الحال يعني مشاعر إتجاهها كثير مخربطة لأنه هي كثير بكتني وكثير تسببت أن أفقد ناس وناس يزعلوا علي وناس يعاتبوني طبعا مش بحكمي أنه أنا اسمني بال وبحكم الشخص أنا لأ بحكم طبعا المسؤولية المهنية بس تجربتي مع الحال أنا يعني بحس أنه هاي الحال أصبحت يعني أنه زملائي بحكولي أنه كنها يعني هاي يعني يعني يور بيبي أنه طفل من أحتفالك حدا أنت بتهتامي فيه كثير بالتابعي كثير طبعا هي سببت لي قلق عالي وسببت لي يعني خلينا نحكي توتر عالي فعيلتي بحسوا في شغلي بحسوا في كثير اللي زميلة وصديقتي بوثينا طبعا هي مديرة مشروع تطور إلامي محلل في فلسطين كل مرة كانت الحال يعني بجيبنا مشكلة بتسبب زوبعة بجيب نحكي للنبال شو رأيك بكفي حال بيحكي لها يعني في وقتها يعني خلينا نستنى خلينا نفكر ولا مرة كان في تطلع أنه إحنا الحال يعني أدت رسالة وخلينا نتوقف الحال نشاء رح تواصل رح تكون مستمرة أنا اليوم بفتخر أن أكون موجودة في حرك رئيس تحرير لكن ممكن قريبا جدا يكون في رئيس التحرير أخرى أو رئيس تحرير آخر لأنه أنا هذه التجربة أضفت لي وتعلمت منها كثير وبحب كمان أنه تعمم التجربة على غيري من الزملاء بدي أشكرك جزيرة شكرا على هذه المشاركة وأكيد كمان في النهاية بنجدع بنهنيكم أنتو كل طاقم العامل نتمنى لكم التوفيق ويكون هيك اللقاء التاني منزيد أعداد أكثر وأكثر وهي كمان يعني تحققوا الأحداث الثلاثة بهمتكم بهمت كل شباب الجيل الجديد إحنا إن شاء الله رح نوصل شكرا كتير لك إذن ننتقل إلى فاصل ونستكمل محطاتنا المختلفة فالله يصبحكم بالخير رافقونا